وكابتن ماهر النهاردة الأهلي قدر يعدي من ماتش صعب هناك في الذهاب مش بسبب قوة المنافس ما احترمنا الكامل وتقدرنا له بس بسبب يعني ظروف أخرى كانت محاطة بالماتش اللي فيت اللي في الناجر ده في نايمي الأجواء أول مرة اللعيبة تلعب العصر من فترة طويلة النجيلة اللي مش نجيلة الملعب يعني كنت أول مرة أشوف نجيلة كده وتصوير كده فأقول لي يا كابتن ماهر عاز بقول لي كده دي كانت حجج زمان عندنا احنا في أجيال نحنا شكل الأداء ممكن يكون أسهل في الأهل والسلامة دلوقتي الأمور يعني اتغيرت بشكل كبير يعني زمان احنا كنا عندنا الحجج لما بنخسر في أفريقيا كنا بنقول الرطوبة العالية والساعة ثلاثة والملعب وحش والناس هجمتنا وما فيش أكل وما فيش شرب والطيران بهديننا عنا أسبوع في الجو عامل منوصل للبلد اللي احنا رايحينها فكان فيه عذاب فعلا يعني وكانت دي الحجة والشماحة اللي احنا كنا بنعلق عليها لما بيحصل إخفاق أو يحصل مباراة بهذا الشكل تعادل أو خسارة فكنا بنقول هذا الكلام لكن دلوقتي الحم بالله الأمور اتغيرت بشكل كبير جدا يعني يعني طبعا أنا بحيي النادي الأهلي في هذه المباراة مع الأجواء اللي انت حضرتك ذكرتيها كل الكلام ده بقاش له أي تواجد مع فريق النادي الأهلي اللي هو البطل بطل السبع بطولات إنجازات محلية دور عام آسف تسعة شكل كورونا أسرت في العداد لا 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 احنا بنسخم بس فالتسعة طبعا ده رقم يعني علامي بالنسبة لنادي الأهلي وبعدين الاحترافية اللي موجودة عليها في مجلس الإدارة واللجلة الكورة واللعابين وجمهور النادي الأهلي الجميل اللي بيشاركنا في هذه البطلات اللعبة راحت هانية سهم وهي في تحدي عارفين إن خلاص نادي القرن ونادي البطل في كل مكان لازم بيثبت وجوده فبحي اللعبة في كل الظروف والأجواء اللي كانت موجودة وخصوصا أرضية الملعب اللي هي بقى بتأثر عليك تسعين دقيقة اللي بتأثر على شغل الرجل المدرب الباله أسبوع عمل يحفظ ويعلم ويتاكتك ويختار اللعبة اللي حتشارك في هذه المباراة وازاي حنلعب بطريقة ايه ومين حيهاجم ومين حيدافع فده شغل كمان لمسلماني مجهد بشكل كبير لكن اللي بيساعد على هذا الإنجاز اللعبين بقى اللعبين اللي هم اللي احنا بنفتخر بهم اللعبتنا اللي هم عندهم شخصية البطل عندهم شخصية الفناني الحمرة شخصية التحدي اللي موجودين عليه قدروا ان هم يكسبوا بطل النيجر في ملعبه واحد سفر وعاز اقول ان كان الشوت التاني كمان شوت مميز للك ممكن نزود النتيجة وهي دي سمة البطل ان انا ألعب مع فرقة متوسطة للمستوى لازم اكسبها او اعمل نتيجة جابية ألعب مع فرقة ضعيفة برضك مليش دعوة ألعب مع فرقة كويسة ازداد قوة وازداد تحدي فعاز اقول ان الجولة الاولى نجحنا فيها بشكل كبير جدا بحي طبعا اللعبين وجهاز الفني والاداري والاداري زمال الكابس الفاتحي ان احنا عندنا 90 ديئة تانية في مصر هتختلف اختلاف كل عن المباراة ودايمن اكسب